نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب مؤتمرا صحفيا للجنة الشؤون التشرعية والقانونية بالمجلس لاستعراض أهم إنجازات وأعمال اللجنة خلال دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشرعي الخامس سعدت النائب فاضل السواد رئيس اللجنة أشار إلى أن عدد الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية بلغ 52 موضوعا تم إنجاز 29 منها فيما يتم دراسة باقية الموضوعات موضحا أن الموضوعات تتضمن اقتراح تعديل الدستور ومرسوم بقانون ومشروع بقانون تم إنجاز 5 منها و17 اقتراحا بقانون تم إنجاز 5 منها و20 اقتراحا بقانون تم إنجاز 17 منها وفيما يتعلق بالموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية فقد ذكر سعدت النائب فاضل السواد رئيس اللجنة أن اللجنة تلقت 121 موضوعا أنجزت منها 104 مواضيع وتنوعت بين 12 مرسوما بقانون و33 مشروعا بقانون و8 قرارات لمجلس الشورى و68 اقتراحا بقانون وكانت اللجنة قد عقدت 34 اجتماعا خلال دور الإنقاد المنصرم رفعت فيها 30 تقريرا و100 ورأي واحد حول الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية فيما بلغ عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة 217 مراسلة